إذن اليوم رح نحكي عن الأصناف والكائنات وقلنا أنه أنواع البيانات في جابا هي نوعين نوع بداية ونوع عبارة عن أصناف معرفة مسبقاً أو عبارة عن أصناف معرفة ضمن الجابا خلينا نتعرف بداية ما هو الصنف وما هو الأوبجيت كمفهوم عام في حياتنا اليومية وبعدين ننتقل لتعريفهم بشكل برمجي هون في الصورة شايفين رسم بسيط يمثل غرفة صف وبغرفة الصف شايفين لوح مكتوب عليه جابا إزفن وشايفين 16 كرسي مقعد و17 طاولة تمام الطاولة تتميز بأنه لها خصائص معينة لها قوائم عدد هذه القوائم أربعة لها أبعاد طول وعرض لها ارتفاع تمام الكرسي كمان يتصف في صفات معينة له مساحة جلوس له ارتفاع له ارتفاع لخلفية الكرسي له واجهة خلفية تسند عليها الظهر كمان هاي إلى أبعاد معينة إذن الطاولة أو الكرسي كل منهن له خصائص معينة طبعا نحن من خلال هالخصائص هاي بنتعرف على الطاولة أو بنتعرف على الكرسي أو كمان إذا ردنا نحكي بكلام أكتر تفصيلا أنه منقدر نميز بين الطاولة والكرسي ولكن هلأ التمييز ما مهمتنا مهم بالنسبة لنا أنه نوصف هذا الصنف تمام طيب أنتوا لاحظوا أنه فيه بالصورة متى ما قلت أنا 16 كرسي و 17 مقع 17 طاولة كل واحدة من هدول الطاولات هي object هي مثال هي عيني بالإنجليز نقول instance instance ممكن تاخله معنا مثال وممكن تاخله معنا عيني بنفس الوقت تمام يعني نموذج قطعة من هذا الشيء إذن كل طاولة موجودة بهذا الصاف هي object تمام هاي object إيش نوع هذا الobject ما نوع هذا الobject نوعه طاولة بنفس المفهوم اللي موجود قدامنا بالصورة 6 طاعة 10 كرسي 16 كرسي كل كرسي هو instance هو object هو كائن شو نوع هذا الكائن نوعه كرسي تمام طيب منرجع على اللوح في عندنا لوح بالصف كمان لاحظ هذا اللوح كمان إلو مواصفات إلو أبعاد إلو محتوى لاحظ مكتوب عليه نص ممكن يكون من خصائص اللوح إنه ما مكتوب ما هو نص مكتوب على اللوح مثلا وبالتالي منخزن هذا الناس على شكل string على شكل سلسلة كمان إلو ارتفاع إلو طول إلو عرض إلو ارتفاع عن الأرض طمام فكم أبجكت في عندنا كم أبجكت في عندنا موجود بالصف من النوع لوح أبجكت واحد مثال واحد إنستانس واحد تمام طيب خلونا نشوف معلومات أكتر طيب أنا فيني أربط فعل معين مع اللوح مثلا فعل الكتابي أو فعل المسح ما فينا عرف داللي تمسح اللوح ما فينا عرف داللي تكتب على اللوح ممكن أنا عرف داللي اسمها set اللي بتكتب لي على اللوح نص بتاخد نص وبتكتبه على اللوح وممكن أنا عرف داللي اسمها clear بتروح شو مكتوب على اللوح بتمسح تمام لحد يكتب على الشباب لحد يستخدم القلم لحد يستخدم القلم طيب خلينا نشوف شو هي أنواع الأفعال الأخرى شو ممكن أنا عرف دوال مع هذا الصنف يعني انتبه أنه أنا عرفت الدالي كتابي على اللوح ودالي مسح اللوح هدول الدوال مرتبطة مع اللوح يعني أي لوح أي كائن من النوع لوح أي كائن من النوع لوح ممكن الكتابي عليه وممكن مسحه بدالة المسح وبدالة الكتابي تمام يا شباب يا شباب اللي عبي يجرب القلم بعد الدرس يجربه الله يرضى عليكم بس يا محمد طيب خلونا نشوف مثال آخر هون منرجع ل الدالي سترينج منرجع ل الدالي سترينج ومنشوف شلون كنا نعرفها مثلا كنا نصرح بداية عن متغير S واحد من النوع سترينج فاللي بصير لما بتتنفذها العبارة انه فقط بنحجز مكان في الزاكرة اسمه اسمه S واحد و من النوع سترينج فقط طيب رجعنا لما كتبنا العبارة الثاني اللي هي S واحد تساوي بين هلالين شوكولات بكون نحنا حجزنا مكان في الزاكرة وكتبنا عليه هاي السلسلة شوكولات تمام لما بكون يعني لما بريتنفس هذا الجزء فقط هذا الجزء فقط بكون هيك صار انه نحنا حجزنا مكان في الزاكرة وكتبنا فيه شوكولات بس لسه حد الآن ما صار له ارتباط ايه ما تصير له ارتباط لما بيتنفس كامل العبارة يعني هذا التعبير لحاله وانا عم بحكي هاي المرحلة هون لما بيتنفس هذا التعبير لحاله فقط تمام لما بيتنفس عملية الاسناد يعني هالنص صار مخزن صار هو محتوى المتغير اس واح اللي هو من نوع سترينج بكون تشكل عندي رابط على شكل المؤشر يجعل الاس واحد يشير الى تيوكولات تيب الى السلسلة اللي هي تيوكولات تيب اذا هلا رح نشوف كمان بعد شوي انه طالما اس واحد هو من النوع سترينج فهو كائن من النوع سترينج والحكي اللي حكيناه باول محاضرة او بالمحاضرة القبل الماضي باول محاضرة عن انواع البيانات لما قلنا انه هون بهذا المتغير اس واح عم بيتخزن العنوان هو الحقيقة الحقيقة اس واح هو كائن من النوع سترينج وليس موقع ذاكرة اسمه واحد اسمه اس واحد ليس فقط ببساطة موقع ذاكرة الى متغير اسمه اس واحد هو كائن من النوع سترينج يعني النوع سترينج رح نشوف بالمحاضرات القادمة انه يعرف انواع بيانات كتير ويعرف دوال كتير تمام فهدول كلهم كل شي دوال وكل شي بيانات مرتبطة بالصنف بالكلاس يمكن استخدامها من قبل اي كائن من هالكائنات يعني الاس واحد هو لا يحوي فقط عنوان المكان اللي مكتوب فيه تشوكوليت شب انما يحوي كتير بيانات اخرى ويحوي كتير دوال او مؤشرات الى دوال يمكن استخدامها في وقتها خلونا نشوف خلونا نشوف تعريف اوضح لل للصنف للكلاس خلونا نشوف تعريف اوضح للكلاس ولنشوف اذا في حدا عنده سؤال طيب لنفرض اننا نريد تعريف صنف يصف المستطيل تمام يعني المستطيل حقيقة هو موجود بكثرة في حياتي اليومي منشوفه على سطح الطاولي سطح الطاولي عبارة عن مستطيل مقعد الكرسي واجهة الجدار الغرفي شاشة الكمبيوتر المستطيل موجود في حياتنا اليومي في كسرة طيب ما هي الصفات التي ترتبط في المستطيل يعني كيف نصف المستطيل كيف نصف المستطيل مثلا نصف المستطيل بأربع معلومات ارتفاع وعرض هلأ هون احنا كتبناه هون ارتفاع وعرض بغد النظر بغد النظر عن يعني نوع الرقم اللي راح نخزنه يعني هل المستطيل طوله وعرضه وارتفاعه وعرضه هو عدد صحيح ولا دبل ولا فلوت هل يوجد فواصل ولا لا يوجد فواصل بغد النظر عن هذا الموضوع فإذن المستطيل له ارتفاع وله عرض وطيب شو بيلزمنا لسه لنحدد شو بيلزمنا لسه لنحدد معلومات عن المستطيل بيلزمنا اكس واي مثلا موقع المستطيل بيلزمنا موقع المستطيل مين مين عنده سؤال رافع ايدو مين اللي عنده سؤال يتفضل اللي عنده سؤال يتفضل ما في حدا طيب اذا جدء من المعلومات التي يحويها الصنف او تعريف الصنف هي البيانات التي ترافق او تصف خصائص هذا الصنف تمام هذا الجزء منسميه جزء الداتا هذا الجزء منسميه جزء الداتا هذا مرتبط في الداتا اذا جزء من المعلومات هو جزء الداتا البيانات الجزء الجزء الاخر هو الدوال الميثود الطرائق ممكن نسميها الطرائق بالعربي افضل من الدوال لانه ليس كل فانكشن هو يعني الدال اللي هو فانكشن اذا كانت كلمة الدال اللي هي ترجم لفانكشن ليس كل فانكشن هو مثود لذلك ليست كل دال هي طريقة يعني لما نقول مثود نقصد فيها دوال او توابع معرف مع صنف تمام اذا فانكشن لحالة هيك ما اسم مثود تمام طيب مثلا هذا المستطيل انا شو ممكن احتاج لاتعامل مع اي كائن مستطيل مثلا انا بدي اعرف ارتفاع ومو هو في الو ارتفاع مثلا هون مو الو ارتفاع انا بدي اعرف ارتفاع فانا بعرف دال لي اسم ها هاي الدال لي اسم get height يعني الحصول على الارتفاع ما هو الهدف منها الهدف منها انه انا احصل على ارتفاع هذا المستطيل طبعا المستطيل هوني انا 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 اعرف نوع بس بس لما بدي استخدم هذا التعريف لحصير صرح عن object هو من نوع مستطيل تمام رح نشوف بعد شوي مثال على ذلك فهذا الobject يعني هذا المستطيل اللي هو كائن من النوع مستطيل انا ممكن احصل على ارتفاعه باستدعاء الدال لي get height و احصل على عرضه باستدعاء الدال لي get width واحصل على عرضه احصل على احداثيات x y لموقعه باستخدام الدال get x و get y بطريقة مشابهة يمكن ان اعرف مثلا دال يمكن ان اعرف دال اسمها set location يعني تحديد الموضع بهذا دال بمرر عبر هد دال برامترين اثنين اللي هن x وهن y تمام بكون انا عملت set عادة في البرمجة غرضية التوجه نستخدم get و set كتير احيانا بسموهن لهدول التوابع القتر والستر انه توابع تقرأ القيمة وتوابع تحدد او او طبع هذه القيمة يعني نحن ليش هيك عم نشتغل ليش انا ما بروح بقرأ height directly و مباشرة يعني أو width المتغير التاني width ليش ما بقرأ مباشرة راح نشوف لاحقا انه في متغيرات هدول خليني نسميهن data members data members يعني البيانات الاعضاء و كمان بنفس الطريقة الميثود منسميها function members يعني الدوال الاعضاء او الميثود انا ممكن حسب تعريف ال data ممكن ان اروح مباشرة اوصل لا هي مرتبطة بهذا الكائن و ممكن والاكثر شيوعا والافضل انه انا ما اسمح بالوصول المباشر لهي البيانات هاي البيانات خليها متخباي تمام فانا بحددها انه هي من نوع private ولا public اذا عرفت على ان private ما عاد حدا يقدر يقرأ هاي البيانات يعني ما عاد حدا الحدا المقصود فيه function آخر آخر في البرنامج يعني ولا دال اخر في البرنامج تروح بتستدعي مثلا الكائن مستطيل نقطة X لحتى تقرأ قيمة X متفقنا نحن انه الاعضاء من صنف من object تنقرأ باسم object نقطة اسم البيانات اسم المتغير او اسم الدال اللي اللي بدل استدعيها طيب انا لما بعرف عن private ما عاد صاروا متخبايين ما عاد حدا يقدر يوصل لهم مين بيوصل لهم بيوصل لهم فقط دوال من نفس الصنف يعني height او X ما عاد حدا يقدر يقراها الا دال اللي get X لاحظ انا ما انا معرف غير دال اللي وحد اسم get X هي بتروح بتقرأ لقيمة X وتعمل return بتعمل return لقيمة X يعني اذا انت ك function في البرنامج ما عندك وصول لل دال اللي get X ما فيك تقرأ قيمة X هاي الخاصية بالبرمج غراضية التوجه منسميها التغليف خاصية التغليف encapsulation انا عم بحط البيانات والدوال بعلبي وحد بباكيت واحد ومسكر عليهم ما عاد بإمكاني اوصل لأي شيء منهم الا من الباب الرسمي الا من المنفذ الرسمي المسموح لهذا الابجيك ذوي الدوال المعرفي بالصنف واللي بتسمح بالوصول لبيانات هذا الصنف من خارج الصنف ولكن من داخل البرنامج طبعا تمام فيه اي سؤال لحد هون على تعريف الصنف فيه اي سؤال على تعريف الصنف لا لا دكتور تمام طيب حتى نستدعي اي من هدول الاصناع اي من هدول البيانات خلنا منحط اسم الصنف او اسم الكائن ومنحط نقطة وبعدين اسم ال اسم الدالي او اسم المتغير اللي بدنا نقرأ قيمتو خلينا نشوف هذا المثال هذا المثال تعرفون انتوا عتستخدموه دائما انتبهوله شوي هون خلينا امسح اللوح اول الشيء بعدين انتبهوله شوي هون على هدول الجملتين او العبارتين system.out dot print بين قصين strawberry sunday سلسلي ما وبعدها system.out dot print ln يعني new line هاي معناتها بين قصين بين هلالين banana split يعني انا عبمر لهاي الدالي سلسلي محتوها banana split او strawberry sunday تمام هاي انتو مفهومي بالنسبة لكم نحنا لانه اتعلمنا انه هاي الدالي دال الطباعة بس ما دخلني بهدول النقاط طيب هلا بدنا نحكي عنهم لازم نعرف هلا صار دخلنا شو هدول النقاط شو هاي system وشو هاي dot out وشو هاي print تمام دوال دوال للإدخال والإخراج في جابا كل ياتا معرفي بصنف اسمه system تمام ومنها ال in والout لذلك لاحظوا هون كتبنا system dot out تمام يعني منحنا هذا المتغير أو هالكائن out هو عضو في الصنف system لذلك انا اذا بد استدعي بد اكتب system dot out منشوفها بالتفصيل أكتر منشوفها بالتفصيل أكتر هو منشوفها بالتفصيل أكتر أنا عندي بجابا صنف معرف اسمه system فلاحظ تعريف هذا الصنف هون هون الاسم الصنف system البيانات الأعضاء بهذا الصنف في اثنين مهمين بالنسبة إنا حاليا اللي هن in و out اللي هن in و out شو هن هن كمان كائنات من نوع print stream من نوع print stream اللي هي القناة المخصصة للطباعة بجابا تمام هي كمان صنف الصنف اللي بنفذ عمليات الطباعة من ضمن الكائن هي دا اللي عده بالصف print stream صح بس الprint stream أنا عرفت أو صرحت منه كائن اسمه out وهذا الكائن اسمه out هو كمان عضو بالصف system فإذا أنا بدي أصال لprint بدي أصال لsystem ومن system أصال لout ومن out أصال لprint تمام بنفس الطريقة إذا بدي أصال للدال print ln بدي أصال للصف system ومن الصف system أصال للمتغير أو الكائن out ومن الكائن out أصال للدال print ln إذن أنا لازم استخدم التعبير system out نقطة print حتى استدعى للمتغير وحتى استدعى للمت ln بدي استخدم التعبير system نقطة out نقطة print ln تمام واضح يا شباب في أي سؤال لحد هون تمام استاذ تمام طيب عرفنا هلأ نلخص أنه system in هي مثلا نظام الإدخال والsystem out هي نظام الأخراج تماما ولكن أنا بهمني هلأ بهاي اللحظة أنك تعرف أنه الin والout هن صح نحنا بنعرف هلأ الإدخال والإخراج هاي معلومة قديمة بالنسبي إنه والكون صح ولكن اللي بدنا نعرفه أنه هن كائنات أو أغراض ما بعرف المصطلح البناسبك من النوع كائنات أو أغراض أعضاء في النوع system تمام فحتى أوصل لازم أوصل من خلال system الصف أو النوع system تمام تمام الفكرة أنه المتحولات المتحولات اللي أنا بصرع عنها بsystem الادخال مثلا هي نفس المخرجات اللي رح تخرج عندي كانت طباعة ولا غير طباعة مثلا إذا حكينا عن out خلينا طالما نحن عاطين مثال الدواء البرينت وبرينت الين خلينا نحكي عن الvariable out الvariable out هو هو نوع هو هو كائن من نوع يعني هو إلو مواصفات صح هو عضو في صف اسمه system بس هو إلو مواصفات إلو خصائص إلو إمكانيات فمن ضمن إمكانياته إنه بيقدر يطبع على الشاشة تمام شكيف بيقدر يطبع على الشاشة هو معرف معه معرف معه كأوبجيكت في الصف الأساسي إلو اللي هو صف برينت ستريم اسمه هذا الصف فيه دوال بتمكنه من الطباعة فإذا الدال برينت هي عضو في الكائن آوت هي عضو مرافق مع الكائن آوت اللي انهنن من النوع برينت ستريم ولكن هنن أعضاء بالصف system تمام يعني أنا ما فينا أوصال للصف برينت ستريم أنا فينا إمكان أوصال للصف ستريم يعني اللي اللي صمم جاب ما أعطاني إمكانية إنه فوت أنا على الصف برينت ستريم ليش حط الآوت والإن ككائنات في السيستم هون في الصف ستريم لأنه ما بد يعطيني أنا إمكانية الوصول لهذا الصف مباشرة فعطاني السيستم فيه هاي الإمكانيات فمن ضمن هاي الإمكانيات إنه الإن والآوت فالآوت أنا باخدها من الصف سيستم ولكن هي حقيقة من النوع برينت ستريم ما بهم نهي شو نوع لأنه أنا وصلت له من خلال سيستم طالما وصلت له من خلال سيستم وهي عضو في الصف سيستم فأنا وصلت له سمام بالنتيجي بالنتيجي لاحظ إنه الدالي برينت هي عضو في الكائن آوت لذلك أنا بوصل لهم بوصل للدالي برينت من خلال كتابة التعبير هذا التعبير آوت دوت برينت طيب آوت هي نفسها كائن عضو في الصف سيستم فأنا رح أصل للآوت من خلال الصنف سيستم فبكتب أنا سيستم نقطة آوت وصلت لآوت نقطة برينت وصلت لبرينت تمام تمام يا شباب في أي سؤال ما أنا واضح إن شاء الله الدكتور طيب هلأ ننتقل لفتح سيستعلمة الآوت سيستعلمة الآوت شو لها وظيفة غير طبعة يا ابن الآوت هي متغير إلو علاقة بالإخراج فكل عمليات الآوت بد تصير من خلال الكائن آوت حاليا نحنا درسنا ميسود اتنين يعني دالتين تنتين هنن إلع علاقة بالبرينت والبرينت الان هدول الدالتين حاليا نحنا درسناهم اللي أنا بوصلهم إنه حاليا بهموني أنا أوصلهم من خلال الآوت ولكن رح تشوف لاحقا من خلال متابعتك للتعلم في جابها إنه كل عمليات الآوت اللي كان على طابعة اللي كان على جهاز إسخاط على شاشي كل هاي العمليات الآوت رح تتم من خلال الكائن آوت اللي هو عضو في الصف سيستم طيب خلينا نضيف هلأ معلومي خلينا نضيف معلومي إنه هون أنا ما ما فرقت أنا ما قلت بشكل صريح إنه نحن عرفنا كائن من الصف سيستم إذا لاحظته عم بيحكي عن الآوت وبقول هي كائن من الصف برينت ستريم وبعدين هالكائن من الصف برينت ستريم كل شيء دوال المعرفي بالصف هي مرتبطة مع كل كائن مع كل كائن معرف منه من هذا النوع تمام يعني لما منقول الطاولي لها أربع قوائم هذا يعني إنه كل طاولي في هذا الكون لها أربع قوائم تمام طيب إذا 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 أخذنا كلام أدق الطاولي لها عدد من القوائم إذن من خصائص الطاولي متغير اسمه عدد القوائم عدد الأرجل تمام فكل طاولي لها أرجل وفي رقم يعبر عن عدد الأرجل ولكن في أنواع من الصفوف في أنواع من الصفوف ما ما بعرف منها كائنات ممكن عرف منها واحد واستخدم أو ارجع على الصف بدون ما صرح كائنات مثلا هذا الصف system اللي شايفينه هول ما عرفنا منه كائنات نحنا ما صرحنا منه عن أي كائن من النوع system تمام إنما شو عملنا عم نستخدم الكائنات اللي فيه مباشرة هذا يعني إنه بجابة في عنده إمكانية استخدم الدوال مباشرة من الصف استدعيها بالنسبة للصف وفي عنده دوال ممكن استدعيها أو لازم استدعيها من خلال الـ object كيف أنا بميز بيناتهم بميز بيناتهم بإنه الأولى الأولى رح سميها class data هاي class data يمكن تعريفها على أن static أنا بالبرنامج لما بعرف الصف بكتب جنبه كلمة static لما كتب جنبه كلمة static هاي صارت مرتبطة بالصنف يعني أنا بقدر استدعيها من اسم الصنف يعني هي ما عادت متغيرة مع كل object جديد أنا بعرفه من هذا النوع يعني مثلا لنفرض أن أنا رح عرف نوع معي من الطاولات هذا النوع المعي من الطاولات إلى أربع رجلين تمام فرجيت أنا عرفت صنف قلت هالصنف اسمه طاولي تمام وهالطاولي من خصائصها أنها شكل مستطيل ومن خصائصها أنه لها أربع قوائم هذا ثابت يعني كل هالطاولات اللي عرفت أنا من هذا النوع إلى أربع قوائم فخص الخصائص اللي بسبتها أنا لاحظ أنه هذا عدد القوائم صار يساوي أربعة وعدد القوائم يساوي الأربعة صار مرتبط مع الصف يعني كل الطاولات اللي من النوع طاولي ذات لأربع قوائم إذا أنا هيك بدي أسمي الصنف طاولي ذات لأربع قوائم فإله أربع قوائم يعني عدد الأرجع يساوي أربعة فهي أنا بسميها ستاتيك سميها ستاتيك داتا بيانات ساكنة صارت سابتي مرتبطة بالصف ما عادت مرتبطة بالأوبجيك يعني يعني شو ما كان الأوبجيكت اللي هو من نوع طاولي ذات أربع القوائم رح يكون إلو أربع قوائم ما رح يكون إلو خمسة أي طاولي من نوع طاولي ذات أربع قوائم رح يكون إلو أربع قوائم وما رح يكون إلو خمسة أو ثلاثة نحنا عنا طاولات ثلاث قوائم وعننا طاولات خمس قوائم تمام فهيك صار اسمه متغير ساكن ستاتيك هذا مرتبط بالصف وليس مرتبط بكل أوبجيكت يعني ما بيتغير من أوبجيكت لآخر لذلك هذا بيستدعي من الصف باسم الصف مباشرة مثل هوني أنا ما استدعيت الآوت استدعيته باسم الصف مباشرة تمام لاحظ هون system.out وهذا الكلام ينطبق على الداتا وينطبق على الدوال يعني مثل ما عندي داتا class data عندي شيء اسمه class method أو static method تمام خلاف ذلك خلاف ذلك اللي بيكون البيانات أو الدوال اللي بيكون مرتبطة بالobject وبتتغير من object لobject اسمه non static أو اسمه instance قلتلك كلمة instance ممكن تقول عننا مثال بس مو مثال يعني شرح يعني عيني من شيء مثال عن شيء يعني أنا عندي نوع طاولات فلما بتجينا طاولي من هذا النوع بقول هاي instance مثال يعني هاي مثال عن طاولي منتابع شكراً لكم يا شباب منتابع طيب خلونا نشوف هاي المثال اللي هو هذا المثال بيحسب مساحة الدائرة هذا المثال بيحسب مساحة الدائرة خلينا نشوفه هون هيك بحش شكل هاد لاحظ هون عم نعرف الصف اسمه area of circle يعني مساحة دائرة وعم نعرف متغير اسمه area من النوع double ومتغير اسمه R كمان من النوع double عم نعطيه قيمة 10 عرفنا سلسلة اس واحد هو نص رح نطبعه على الشاشة بعد شوي the area of a circle with ونص تاني بالسلسلة اس الاثنين اسمه R تساوي المحتوى R تساوي والس ثلاثة is و اس اربعة لسه ما حطينا فيها نص رح نشوف شو رح نحط بال بال S اربعة مساحة الدائرة رح نخزنها بالمتغير area شو هي مساحة الدائرة مساحة الدائرة هي P R مربع صح هي P R مربع P هي ثابت معرف كمتغير constant أو final بالصف math معرف بالصف math لذلك أنا بستدعي math نقطة P أو P I إذن P I هي متغير final معرف كعضو في الصف math تمام وهو static فأنا بستدعي باسم الصف math dot P I واضح هلق R مربع حتى أحسب المربع بدي استدعي تابع القوي وتابع القوي عطيتكم نياب المحاضرة الماضية هو من الصف math واسمه power تمام فأنا بستدعي math نقطة power وبمرر له argument أو المعلومات الوسائط اللازمة هو بده نصف القطر يعني بدي يحسب أنا R مربع فبدي مرر R وبده مرر الوس اللي هو 2 R 2 هلأ شو بدي يعمل المساحة فرق مخزنة هون بدي اطبع أنا فرح عرف S 4 على أن جمع لسلسلتين لسلسلتين هي S 1 و S 2 فعم بستخدم دالي كونكات دالي كونكات هي رح نحكي عليها كمان اليوم إن شاء الله هي دمج سلسلتين مع بعضهم بتشيل سلسلتين وبتربطهم في بعضهم فهي لما أنا بستدعيها بالنسبة ل S 1 لاحظ كونكات أنا بستدعيها S 1 كونكات S 1 هي هاي تمام محتوها هاي فعمليا هاي رح تكون الأول والS 2 رح تكون التاني يعني رح يتم الحاق S 2 بS 1 ولكن انتبه إنه دالكن كان تم استدعاءها كعضو من S 1 لو استدعيتها بالعكس كعضو من S 2 وحطيت S 1 فبيتبدل الترتيب رح نحكي عليها اليوم إن شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرة تمام هلأ وضحت فكرة إنه كيف أنا استدعي بيانات أعضاء بالصف اللي كان بالنسبة للصف واللي كان بالنسبة لكائن تمام هذا نتيجة تنفيذ البرنامج هون منشوفها الطباعة هون عم نطبع ال S 4 زائد ال Area ال S 4 اللي هي نتيجة ضم S2 إلى S1 يعني The Area of the Circle with R equal to وبعدين ال Area ال Area هي حسبناها هون باستدعاء الدالي باور الكائن فيه نحسب مساحة الدائرة وهيك يكون هون ينطبع عنا مثل ما لنا شايفين مساحة الدائرة دائرة